بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا ما كان منا واستر علينا بسترك الجميل واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك ولا تجعلنا من الغافلين عنك وعن ذكرك حمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخوانا الكرام في هذا المجلس الجديد من مجالس الفتوى وهذه الحلقة الجديدة من برنامج على درب النور تقبلنا الله وإياكم بقبول حسن نحن وإياكم في شهر رجب الحرم في هذا الظرف العظيم وفي هذه الأيام الكريمة من أيام الله سبحانه وتعالى وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن شيء من خصائص رجب أو خصائص الأشهر الحرم بصورة عامة ونستمر وإياكم إن شاء الله في هذه الجمعة أيضا في هذه السلسلة في خصائص الأشهر الحرم أسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل من نومكم صالح الأعمال في هذا الموضوع وفي غيره أيضا نستقبل أسئلتكم على رقام الهواتف التي ترونها على الشاشة أمامكم كذلك نستقبل أسئلتكم من خلال التعليقات والرسائل على منصات التواصل التابعة لقناة الفلوجة حياكم الله وعلى الرحب والسعاد نعم نبدأ بالأسئلات التي وردتنا عبر الرسائل والتعليقات الأخ عابد عابد يسأل يقول هل السجارة تنقض الوضوء السجارة لا تنقض الوضوء يعني لا علاقة لا بالوضوء لكن هذا الأمر لا يدل على إباحتها السجارة لأن الأطباء قالوا عنها أنها تؤذي البشر وتخبث الأجهزة التنفسية لذلك فهي حرام لأن الله تعالى قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وبما أنها مخبثة للأجهزة التنفسية وللجسد بصورة عامة ومضعفة للقلب وللرئة بإجمع الأطباء لذلك فليس للعالم أن يبيحها لأن الله تعالى يعني بعض الناس يقولون اعطينا دليل من القرآن أو من السنة على أن السجارة حرام لا يوجد دليل من القرآن ولا من السنة لأنها لم تكن موجودة عند نزول القرآن وفي أهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك عموميات في الشريعة الإسلامية الله تعالى حرم كل ما يؤذي البدن والمقياس في مسألة الأذى وعدم الأذى للبدن هو الطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا أن ينزل الناس منازلهم منزلة الطبيب في هذه محفوظة فلما قرر الأطباء أن تؤذي البدن خلاص تدرج تحت القاعدة العامة أن كل ما يؤذي البدن حرام لكن هل هي ناقضة للوضوء؟ لا ليست ناقضة للوضوء نعم هنا الأخ الحاج وليد أبو إبراهيم يقول مشروع شقق بسماية السكني في العراق هل فيه نوع من الرباء أم هو حلال؟ للعلم تعامله مع مصرف الرافدين لا أعرف صيغة التعامل بين هذا المشروع وبين المصرف يعني لو ذكرت لي كيف تكون صيغة القروض كيف تكون التزديد يعني سأجيبك لكن لم تذكر لي ليس عندي طلاع على مشروع بسماية بصراحة نعم هناك سؤال تكرر عدة مرات في مسألة رؤية حلم نعتذر عن الإجابة على المنامات نعم هنا أيضا سؤال آخر الأخت سمر الفيصل تقول في رمضان السابق لم أصم بسبب الحمل وحاليا لا أستطيع بسبب التهاب الكلا المزمن كم أعطي عن كل يوم إذا كان مرضك مزمنا لا يرجع شفاؤه أو برؤه ولا تستطيعين الصيام مستقبلا نعم تدفعين الفدية والحمل عذر شرعي إنما كنت حاملا حتى لو كنت صحيحة ليس عندك هذا المرض فأنت معذورة فبالنسبة لرمضان الماضي أفتى المشايخ أفتى العلماء بأنه ألف دينار أو ألف ربع عن كل يوم أما في رمضان هذا فلم يقرر بعد يجتمع العلماء ويقدرون بعد ذلك مقدار الفدية والكفارة والفطرة بحسب أسعار الطعام لأن الطعام يختلف سعره من سنة إلى سنة أخرى لكن بالنسبة لرمضان الماضي يدفعي ألف ربع أفضل ما تكون عن ألف لأنك تأخرت في دفع الفدية والأسعار اختلفت رمضان هذا بسبب اختلاف الدينار العلاقي مع الدولار هنا الطعام زادت أسعاره لذلك يدفعي ألف ومائتين وخمسين دينار عن اليوم نعم بالنسبة لرمضان الماضي ورمضان المقبل إن شاء الله في شهر رمضان سنبين فيه مقدار الفدية والكفارة نعم الأخ رامي علاء يقول أنا موظف وأريد أن أسحب قرضا لأن راتبي لا يكفي لبصره في الشهر وأنا أصلا علي ديون وأريد أن أوفي الديون التي في رقبتي واحتاجوا القرض لاحظ أخي أنت لم تذكر مسألة السكن قلنا بأن قرض الإسكان قرض صندوق الإسكان هو قرض جائز بما أفتى به مشايخ العراق المجلس علماء العراق والمجمع الفقه أفتىوا بإباحة قرض الإسكان لأجل البناء لأجل البناء جنابك لم تذكر إنما تريد أن تقول سداد ديون أو لأجل زيادة المصرف إذا كان قصدك بأن راتبك لا يكفيك للإيجار وتريد أن تأخذ لتسكن بيتا حتى يكفيك الراتب نعم يجوز ذلك إن شاء الله كما قلنا لكن إذا كان لسداد الديون والقرض ربوي لأنت لم تذكر قرض الإسكان إذا كان هذا القرض الذي يكون على الراتب من المصارف مصرف الرشيد أو الرافدين هذا القرض الربوي معلسف قد ناشدنا الدولة مرارا ولم نجد منها أذنا صاغية فهذا القرض الربوي لا يجوز إلا للضرورات الشديدة بالنسبة للسكن ضرورة أما مسألة الدين إلا الدين الذي يهدد صاحبه كأن يهددك الدائن بسجن طويل وكانت الديون كثيرة عندئذ يجوز للخلاص من الحبس والسجن وليس لأصل الدين أما لمجرد ديون واستحيام للناس لا هذا القرض الربوي لا يجوز في هذه الحالة نعم طيب أخت تسألنا تحفظ عن ذكر اسمها تقول أنا متزوجة وعمتي أم زوجي تكرهني جدا وتعمل مشاكل كثيرة بيني وبينها وبيني وبين زوجي وزوجي يأخذ بكلامها وهي تتهمني كثيرا وتصفني بأني حرامية يعني تسرق وأحلف لها في القرآن الكريم وتقول لي أنت نجسة ولا يظهر القرآن فيك لا حول ولا قوة الله بالله العظيم أولا الفتنة أشد من القتل وقد ذكرنا هذا الأمر في المسألة الماضية وبينا لماذا تكون الفتنة أشد من القتل الذي هو أعظم الكبائر ثانيا طاعة الزوجة نقول لزوجك طاعة الأم فرض وواجب لكن في غير معصية الله سبحانه وتعالى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا كانت هذه وصية لزوجها خاصة أو لجميع الأزواج عامة إذا كانت أمك تتهم زوجتك بغير دليل فلا حق لك أن تستمع لها نعم يعني لتتكلم بما تشاء يعني لا تذم أمك ولا تشتم أمك ولا تسب أمك لأنها تقول هذا الكلام لكن بين لها بأنه إن لم يكن عندها دليل قل يا أمي هذا حرام يعني كلم أمك بالحسنة ولا تنفذ كلامها على زوجتك إن لم يكن عندها دليل تسرقين ماذا سرقته ما دليلك على أنني أسرق هذا كله اتهام باطل حرام إن لم يكن عند الإنسان دليل فكلامه شرعا باطل قضاءا وديانة هذا الكلام يكون باطلا إذا كان تومة بغير دليل ويحرم على الرجل لأن يستمع لأمه وينفذ على زوجته في هذا الأمر حرام الظلم حرام الله تعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والله تعالى يقول في القرآن الكريم ألا لعنة الله على الظالمين فاتقوا الله ربكم نعم طيب اتصال أبو نجم من بغداد تفضل السلام عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك بيك نشكرك على هذا البرنامج حياك حياك الله يحفظك شيخنا عندي سؤال بالزعم عليكم طبال أسمع أنه أكو صلاة نافلة بالنهار هل فعلا يعني أنه هي تعادل قيام الليل أو صلاة الليل؟ طيب أنا أشكر حياك الله الله يسلم نعم نعم أخي توجد هناك نافلة في النهار تعدل صلاة تعدل مثلها في الليل يعني ما تعدل قيام الليل كاملا لكن أجر هذه الصلاة في النهار يكون أجرها كما لو صليت مثلها في الليل بل ورد في الحديث كما لو صليت مثلها في السحر والسحر هو الثلث الأخير من الليل وهو أفضل أوقات الليل ما هو أفضل أوقات الليل؟ طبعا الليل صلاة الليل هي أفضل من صلاة النهار صلاة التهجد أفضل أوقات الليل هو وقت السحر وقد ملح الله تعالى ثلة من عباده قالوا بالأسحار هم يستغفرون وقال تعالى والمستغفرين بالأسحار يعني الثناء على هذه الثلة المباركة من العباد فهناك صلاة في النهار يعدل أجرها صلاة السحر صلاة آخر الليل هذه الصلاة هي أربع ركعات بعد أذان الظهر وقبل الفريضة هل هي سنة الظهر القبلية أو هي صلاة منفصلة كل ذلك جائز يمكن أن ينويه الإنسان أنها سنة الظهر القبلية ويجعل في نيته أنها تكون هذه الصلاة التي يعادل أجرها مثلها عند السحر وهي أربع ركعات بسلام واحد يعني لا تصلى ركعتين يا ركعتين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل صلاة السحر أربع ركعات بسلام واحد يعني كما لو كنت تصلي الظهر بتشهدين أو بتشهد واحد روايات صليها كما لو كنت تصلي الظهر لكن يكون لا تكون قبل أذان الظهر قبل أذان الظهر هذا وقت الظحى وقت صلاة الظحى إلا أن يؤذن الظهر وقتها يبدأ من أذان الظهر ويشترط أن تكون قبل فريضة الظهر قبل فريضة الظهر أما إذا صلى الإنسان الظهر فقد انتهى وقت هذه الصلاة التي تعدل صلاة السحر هذه هي الصلاة التي سألت عنها أخي الكريم نعم الخلاصة أربع ركعات بسلام واحد تصلى كما لو صليت الظهر تكون قبل صلاة الظهر لكن بعد أن يدخل الوقت بعد الأذان نعم هي ربما قد تكون سنة الظهر القبلية يعني وارد عن بعض الصحابة كابن مسعود يقول لا هي صلاة منفصلة لذلك كان يصلي ثمانية ركعات أربعة قبلية وأربعة هذه الصلاة عبد الله بن مسعود لكن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي وعمر علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقولان هي سنة الظهر القبلية الأربعة التي قبل الظهر نعم تصال الآخر الأخ أبو طلال من كربلاء تفضل السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله بيك وبرنامجك ممنونين جدا الله يرفع قدرك حياكم الله تسلم تسلم شيخنا شيخنا الجليل نحن نعمد أختصر الوقت بعض المنشورات تقول أن الصيام في رجب في شهر رجب المبارك بدعة فهل هذا صحيح؟ أختصر نعم أجورين طيب أيضا شكرا جزيلا حياك الله يعني حقيقة ابتلينا بأناس لا يعرفون معنى البدعة طبعا بدعة بكسر الباء ابتلينا بأناس لا يعرفون معنى البدعة فيقولون كل شيء لم يرد فيه نص أو كل شيء لم يرد هذا بدعة ليس الموضوع هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس عليه أمرنا فهو رد ليس عليه أمرنا لاحظوا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر محدث فهو رد قال كل محدث ليس عليه أمرنا تحديدا أما إذا كان عليه أمرنا فهو ليس بدعة بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة يعني الذي يفعل شيئا جيدا وهو من أمور الإسلام قال يعني من أمرنا لنقول فهذا الأمر مستحب وله أجره وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة أضرب لكم مثالا الصلاة بعد الأذان بالجهر بعضهم يقول هي بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يؤذن لكن قولوا لم يفعلها الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان فعلا بدعة لو حكمنا هذا الحديث كل أمر محدث ليس عليه أمرنا فهو رد لو حكمنا هذا الحديث لا هذه ليست بدعة لماذا أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنها مشروعة هي من أمر الدين ليست خارجة عن الدين ثانيا تحديدا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا بعد الأذان مستحبة بعد الأذان يشتحب النبي عليه السلام يقول إذا سمعتم المأذن فاقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم ادعو لي الوسيلة يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مستحبة طيب هل مجرد تغيير الصيغة من سري إلى جهري يحولها إلى بدعة لا لا قل بإمكانك أن تقول السري أفضل من الجهري أو الجهري أفضل من السر فاضل نعم قل السري أفضل من الجهري لكن لا تقل بدعة البدعة الشيء ليس عليه أمرنا ليس من أمرنا مثلا إنسان ضرب بالطبل في وقت الصلاة أو ضرب بالناقوس الذي يفعله النصارى نعم قل هذه بدعة لأنها ليست من أمر الدين ليست من شعائر الدين لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أمور الدين مجرد وضعها يعني مجرد تغيير الصيغة من سر إلى جهري لا يؤهل أن يجعله بدعة لأن كل بدعة ضلالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤهلك أن تقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بمجرد الجهر أنها بدعة أنها ضلالة لا يمكن نأتي الآن إلى هذا الموضوع نعم لم يثبت هناك حديث صحيح في أن الصيام في رجب أفضل من غيره لم يثبت بذلك حديث صحيح لكن لا يحق لك أن تقول أن الصيام في رجب بدعة لماذا؟ لأن الصيام طيلة السنة مستحب في رجب وفي غير رجب بل في رجب يكون أفضل شأنه شأن باقي الأشهر الحرم الأشهر الحرم الأربعة رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه الأشهر الأربعة الحسنة فيها أفضل من غيرها كلام ليس فيه خلاف وكذلك السيئة فيها يعني شر من ما سواها من الأشهر فالصوم عمل شأنه شأن باقي الأعمال فالصوم في رجب وفي باقي الأشهر الحرم مستحب أفضل من سائر أشهر السنة لذلك فمن أراد أن يصوم في رجب وهو ينوي الأفضلية بسبب الأشهر الحرم عموما فهذا الأمر مستحب له الأمر لا يحق لحد أن يقول عنه بدعاء أبدا نعم صال آخر أبو العز من أربيل تفضل يا أبو العز السلام عليكم شيخنا لكم السلام ورحمة الله حياك الله بارك الله فيك شيخنا الله يرفع قدرك حياك الله شيخنا الحلقة الماضية طرحت موضوع عن موضوع الزبيحة في شهر رجب طيب ممكن بس تعدم الفكرة أنت من الأخوة العرب الساكنين في كل مستعر أنا من سوريا ساكن باربيل حياك الله ومرحبا بك وطلب ثاني شيخنا بعد ذلك يعني بآخر الحلقة هي بدعاء صغير لأخواننا سوريين والعراقيين الله يفرج عنهم يا رب آمين يا ربي شكرا لك شيخنا حياك الله الأخ ذكر بأنه ذكرنا في الجمعة الماضية مسألة الذبيحة في رجب أراد إعادتها طيب قلنا بأن الذبيحة في بداية الإسلام كانت هناك ذبيحة في رجب وذبيحة في شهر ذي الحجة أما ذبيحة ذي الحجة فبقيت باقية إلى الآن وهي الأوحية التي تكون في يوم النحر وإيام التشريق الثلاثة العاشر الحدي عشر الثاني عشر الثالث عشر من شهر ذي الحجة تسمى الأضحية وهذه لا تازال قائمة أما ذبيحة رجب فاسمها العتيرة كانت موجودة في بداية الإسلام ثم نسخت ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عتيرة يعني نسخت العتيرة وصارت على رأي جمهور العلماء قالوا هي الآن ليست مستحبة بل هي مكروهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عتيرة لكن الإمام الشافعي رحمه الله قال لا العتيرة لم تنسخ لكنها لمن يشاء لمن يشاء وهي أقل استحبابا من مسألة من مسألة ذبيحة ذي الحجة التي هي الأضحية الأضحية بلا شك آكد بل هناك من قال بوجوبها وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أتحال هذه مسألة الذبيحة في رجب المختار للفتوى أن رجب ليس فيه ذبيحة نعم وأنها منسوخة طيب هنا الأخ محمد قتيبة يقول أمي امرأة كبيرة بالعمر حرمتنا من الأرث على الرغم من أنه من تعبنا وفي كل مرة تطردنا من البيت عندما نأتي لزيارتها والآن أنا قررت أن أقطع منها ولن أزورها بعد اليوم ما الحكم في ذلك لا أدري ما الذي تقصده بتقول أنها حرمتنا من الأرث إن كان من أرثها هي يعني من الأموال التي تملكها هي ما دامت حية فهذا ليس أرثا بعض الناس يظنون أن الأرث يجوز تقسيمه بحسب القسام الشرعي حتى وإن كان صاحبه حيا لا يجوز ذلك لا يحق لابن أن يقول لأبيه مثلا ابن طلع من البيت وقال يا أبو أنت ينحصتي أنا اشتغلت وتعبت أنت موارث المال ما دام مال أبوك أنت لما كنت تشتغل كنت تأكل وتشرب بالبيت كل شمالك لكن إذا توفي الأب فنعم عنده إذن تكون هنا ورثة ويكون القسام حسب الشريعة أما هنا لا أدري ما الذي تقصده إذا كان من أموالها فليس لكم شيء لكن إن كان من مال أبيكم والأم منعتكم منه لا يحق لها ذلك هي أم نعم على العين والرأس لكن لا يحق لها أن تأخذ منكم شيئا من حصتكم من مال أبيكم يعني لكن حاولوا أن لا يكون ذلك بمشاكل بينكم وما بينها الأم أم نعم أما مسألة تطردكم من البيت عندما تأتون لزيارتها والآن تريد أن تقاطعها بسبب ذلك لا لا يعني لا أستطيع أن أفتي لك بمقاطعتها إنما عليك أن تبقى وهي كما تقول كبيرة في العمر يعني هي ضيف أسيرة الله في أرضه وفي أي لحظة يختارها الله تعالى لجواره سوال الله تعالى يكتب لكم وله العافية فلا يعني احرص على أن لا تموت أمك وأنت مقاطع لها احرص لأن إذا ماتت عندها إذن لا ينفعك الندم ابقى زرها وتطردك إذا طردتك فأنت لك أجر الزيارة وليس لك إذا طردتك ليس عليك من عار وليس عليك من الذنب بالعكس أنت مثاب بصبرك إذا طردتك وسكت واستقبلت الموضوع برحابة صدر أجرك عند الله عظيم وثق بالله ليس فقط أجر إنما توفق في دنياك وتوفق وستنال بر أبنائك تصرف الأبناء مع الآباء غصة يروونها هم ثم يرويها لهم أبنائهم كما تعامل أبويك يعاملك أبنائك طيب فابقى صابرا حتى يختارها الله سبحانه وتعالى نعم تصال آخر الأخت منار من بغداد تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عافية يا رب نحن نشكرك جدا على هذا البرنامج وهو معلومات نستفاد منها وما يشغل الله تعلمناها الله يحفظكم يا رب شكرا لك دكتور نحن عندنا سؤالي طبعا أنا وأخواتي نستقاعدين ونسمع حضرتك طيب فهم هم حابين يسمعون الجواب عندنا السؤال الأول والدي الله يرحمه متوفي عند درات التقاعد الوالدة هي ذات استلمة يعني حاليا هو باسم والدتي ولكننا وأخواتي لا متزوجات نحن تلك بنات نستطيع أن نضيف أسمائنا على الراتب ويا الوالدة لو حرام هذا الشيء يعني نحن سئلنا أكثر من شخص قالوا حرام لا تستلموني والدتكم وفي حال إذا ضفنا أسمائنا لازم أخواني الوالد يتهمي أن يستلموني أنا فهل هذا الشيء صحيح حرام أو ممكن أنه نستلم لأننا متزوجات وما عندنا معين طيب نعم هذا السؤال الأول وعندي سؤال ثاني تفضلي عني أختي يسراوية يعني تاكل باليسرة وتكتب باليسرة تستخدم بس إيديها اليسرة فحاولت أكثر من مرة يعني تحاول أن تستخدم إيديها اليمنى ما قدرت فهل هذا الشيء هذا حرام إذا هي حاولت وماذا تقدر طيب بس إيدي شكرا لك أنا نعم سهلا مرحبا بالنسبة لهذه المسألة مسألة الأولى مسألة التقاعد تقاعد الشخص المتوفى الأخت والدها متوفى رحمه الله والدتها تستلم التقاعد مسجل باسم زوجته باسم زوجة المتوفى وعندها بنات لسنا متزوجات ويقول هل يجوز أن نضيف أسماءنا مع الراتب طبعا بالقانون العراقي يمكن إضافة البنت غير المتزوجة مع الراتب وكذلك الأبناء غير البالغين إذا بلغ يعني غير البالغين 18 سنة بحسب القانون العراقي يمكن أن يسجل فإذا زاد الإبن عن 18 سنة لا يسجل أما البنت فتبقى ما لم تتزوج تبقى يمكن إضافتها مع أمها فالأخت هنا سألت هل يمكن أن تضيف فأجابها قالوا لا يجوز هذا لا يجوز أن تنافسي أمك مثلا على الراتب وإذا سجلت يجب أن تسجلي إخوانك لأن ستكون هناك ورث يعني يعتبرونه ورثا لماذا البنات فقط دون الأولاد أخت الكريم هذا السؤال وجهه إليه عدة مرات وبعدة وسائل من وسائل التواصل بالنسبة للراتب الراتب المتوفى التقاعدي لا يعد إرثا إنما هو منحة من الدولة منحة من الدولة لمن تعطى تعطى لمن تقرر لهم الدولة لمن تقرر لهم الدولة أن يعطى لأن الشرط المانح ملزم عندما أنا أمنح منحة أقول هذه المنحة لفلان وفلان وفلان الشرط الذي أنا حددته فيه الأشخاص هذا ملزم هذا ملزم فبما أن الدولة قد حددت الزوجة والبنات غير المتزوجات والأولاد الذين لم يبلغوا ثمانية عشر عاما فيجوزوا فقط لأولئك أن يدخلوا في الراتب وهذا ليس ظلما وليس فيه عقوق يعني إذا البنات سجلنا مع أمهن لسنا عاقات للأم إنما وحقهن لم ينازعنها على حقها نعم حصة الأم ستقل لأنه الراتب نفسه إذا قلنا مليون دينار مثلا يقسموه على أربعة كلمة راح يقوم يستلم مئتين وخمسين الأم جوز راح تزعل أو جوز يعطون للأم أكثر ما عارف عموما يقسم لكن الأم جوز راح تزعل تقول هذا عقوق لا يا أمي هذا ليس عقوقا هذا ليس عقوقا هذه حقوق هي من حقها أنت يعني من واجب من الواجب على الأبناء والبناء أن يبروا أمهم بالمعاملة بالكلمة الطيبة لكن من حقهم أن يأخذوا حقوقهم أما باقي الأولاد يقولون إذا كنتنا أنتنا تأخذنا فنحن أيضا ورثة لا هذا مقسم شرعي يا أخي حتى تكون أنت ورثة وأختك وارثة هذا مقسم شرعي هذه من حمل الدولة وهي تعطيها لمن تشاء فإذا كان قانون الدولة قد نص على أن الذين يحق لهم أن يقتسم الراتب هم الصنف كذا والصنف كذا يعني البنات غير المتزوجات والأبناء الذين لم يلغوا ثمانية عشر عاما فباقي الأشخاص لا يحق لهم ذلك وليسوا يعني ليسوا لا نقول عنهم ورثة أو غير ورثة هذا المال موما الموروث طيب فالذين يرثون أو الذين يقتسم الراتب في هذه الحالة هم الذين عينتهم الدولة فلا أختي لا تكونين عاقة في هذا الحكم يعني نعم أما مسألة الأكل باليسار الأكل باليدي اليسرى مكروه وليس حراما مكروه وليس حراما وقراهاته إرشادية إرشادية ما معنى إرشادية يعني الطب الآن يبين بأن الأكل باليمين أكثر صحة لأن الجهة اليسرى هي جهة القلب فكثرة استعمالها تتعبه لذلك فالمفضل هو اليمين في الكتابة في الطعام في الأشياء المكرمة إنما يكون تكون يدي اليسار للأشياء إما النجاسات كالإسن جاء يعني التنظف الإنسان من النجاسات أو الأمور المستقدرة مثل تنظيف الأنف هذه في اليسار أما في اليمين فالأشياء المكرمة عموما إذا استطعت أختي أن تيمني نفسك بالرياضة والتمرين أفضل لك لصحتك هذا أفضل وإذا لم تستطع فليس عليك مشكلة وليس عليك إثم الذي يستعمل اليسار يسمى في العربية الأشول الأشول ويسمى أيضا الأيسر ويسمى الأعسر يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنت أيسر فيمنت نفسي يعني طبيعته الخلقية كان يستعمل اليسار لكنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمره باليمين بقي يعتاد إلى أن صار يعني صار من أهل اليمين نعم طيب الأخ علي كريم الربيعي طيب انتصال محمد نن الأنبار تفضل السلام عليكم شيخ السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عندي ثلاثة أسئلة إذا يمكن ممكن تفضل الله يسأل بك دكتور اللي تفوت صلاة للضرورة وانتهت الضرورة وراح وقت الصلاة طبعا تكون قضاء أو أداء يعني طيب السؤال الثاني نعم السؤال الثاني دكتور عندي آية قرانية بآية قرانية سورة يونس الآية ثلاثين قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمعة والأبصار طيب السمع جدت بصيغة الإفراد والأبصار جدت بصيغة الجمع طيب فيها فرق يعني لنسة بيانية أو طبعا تمام والسؤال الثالث الفرق بين يقولون بأفواههم ويقولون بألسنتهم الفرق بين الأفواه والألسن بالقرآن فإذا أمكن تنورنا بيها طيب الإنسان على أن لا تفوته الصلاة لغير الضرورة لأن تأخير الصلاة عن وقتها هو من الكبائر إذا لم يكن هناك ضرورة شرعية سائغة تسويغ له ترك الصلاة فلكن هنا الأخ سأل قال فاتتني يعني صار عندي ضرورة اضطرتني لتأخير وقت الصلاة ثم انتهى وقت الصلاة انتهت الضرورة هل يصلي الصلاة قضاء أو أداء لا تصليها أداء وليست قضاء ما دمت قد تركتها لأجل الضرورة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها معنى ذلك نام عن صلاة أو نسيها ذكر عذرين والأصل باقي الأعذار المقصود من فاتته صلاة لعذر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يبقى أن يذكر جميع الأعذار إنما ذكر نموذجين نموذج يتعلق بشيء جبلت عليه البشرية وهو النسيان وشيء يتعلق بانشغال الإنسان بالشيء هنا انشغل بالنوم انشغل بالنوم فيقاس عليها جميع الأمور التي تشغل الإنسان عن الصلاة قال صلى الله عليه وسلم فليؤدها إذا ذكرها بمعنى إذا زال العذر فليؤدها ولم يقول صلى الله عليه وسلم فليقضها إنما فليؤدها إذن تصلى أداءا طبعا فرق بين القضاء والأداء الأداء هي الصلاة التي تصلى في وقتها والقضاء التي تصلى عندما ينتهي الوقت فهنا تعد نعم هي في غير وقتها لكن لها أجر القضاء أجر الأداء وعندما تصلي لا تقول قضاء قل أداء خلاص لكن بمجرد أن يزول العذر بادر بالصلاة بادر إلى الصلاة مباشرة بمجرد زوالي عذرك لا تنتظل وتقول أول وقت انتهنتها بعض الناس يقول لك هي الوقت انتهنتها خلاص شو وقت ما ريد صليها صليها لا لا تأجل هذا الوقت أنت وقت عذر لأنك كنت مضطرا فيه أما الآن زالت الضرورة فبادر أول شيء تفعله هي الصلاة نعم أما هنا قل من يرزقكم من السماء أما يملك السمع والأبصار والأفئدة لماذا ذكر الله تعالى السمع بصفة واحدة وذكر الأبصار بالجمع لاحظ أخي طبعا هناك أكثر من هناك أكثر من معنى لهذا الشيء لكن هناك كلام سبيانية لطيفة جدا بالنسبة للسمع السمع هو طريقة تلقي الأصوات حاسة طريقة تلقي الأصوات بواسطة الأذنين أما الأبصار فيطلق على أكثر من معنى منها البصر الذي هو الرؤية العينية ومنها البصر بمعنى الإدراك وهو البصيرة عندما نقول أبصرت في دهري كذا وكذا أبصرت في دهري أن الضعيف كذا أن الضعيف يكون مظلوما وأن القوي يكون ظالما وأبصرت في دهري تقول أبصرت لا تعني رأيت إنما لاحظت وأدركت ويسمى هذا البصيرة وليس البصار بمعنى نقول فلان صاحب بصيرة بمعنى صاحب إدراك بمعنى صاحب تفكير فهنا عندما ذكر الأبصار كل ذلك الله تعالى هو الذي يخلقه خلق فيه إنسان بصر وخلق فيه البصيرة إذلك جاءت بصفة الجمع بينما السمع هو سمع واحد وهو تلقي الأصوات بواسطة الأذنين هذا أحد الأسباب البيانية التي ذكرت ذكر السمع فيها منفردا والأبصار ذكرت جمعا أما آية يقولون بأفواههم ويقولون بألسنتهم هو المعنى واحد من حيث أن الكلام إنما يكون بالفم أو يكون باللسان لكن ما الخلاف بينهما العرب تطلق الفم على هذا العضو المعروف من الوجه هذا الجزء من الوجه الذي يشمل الأسنان والشفتين واللسان وتطلق اللسان على شيئين على هذا العضو وعلى اللغة فعندما يقول الله تعالى يقولون بألسنتهم يريد أن يتكلم عن أقوام متعددة يعني كل بلغته بألسنتهم يعني بلغاتهم أما يقولون بأفواههم فيتكلم عن جماعة المحصورة تتكلم تتكلم يتكلم كما نقول فلان يتكلم ملأ فيه يعني لكن نقول تكلم بلسان العرب تكلم بلسان العجم تكلم بلسان الروم هكذا فالألسن هنا تأتي بمعنى اللغات نعم وهذا طبعا من براعة القرآن الكريم في اختيار الألفاظ نعم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا نعم طيب الأخ عمر من الأردن تفضل السلام عليكم شيخ ياطيك عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله شيخ عندي سؤال في صورة الإنسان الآية رقم 19 طيب يطوف عليهم ملدان المخلدون يطوفوا يطوفوا عليهم ملدان المخلدون شيخ هنا ما المقصود في الولدان المخلدون لأنه هنا في خلافات كثير وفي كثير من الملحدين استغفر الله العظيم تفسروها بتفسيرات مخلغ بعض الأحيان فعندي هذا السؤال في بالي طيب ممكن تفسرنا يا بعد إدنك وبرك الله فيك فيكم بارك الله عندك سؤال آخر أخي لا شكرا حياكم الله مرحبا بكم اليوم تزين برنامجنا بالإخوة العرب نعم وهو زين في كل حال بإخوان العراقين والعرب حياهم الله جميعا بالنسبة لأهل الجنة أهل الجنة من الذين فيها فيها الأصناف الآتية فيها البشر وهم سادة الجنة وفيها الملائكة وفيها الجن الجن الصالحون أيضا أمة لها يعني فيهم الصالح وفيهم الطالح الصالح من يدخل الجنة وفيهم الحور العين وفيهم الولدان المخلدون الحور العين والولدان المخلدون هم ليسوا من البشر وليسوا من الجن وليسوا من الملائكة إنما مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة الحور مخلوقات بهيئة البشر لكن هم بشر لا إذا قلنا بشر بمعنى أنهم من بني آدم ليسوا من بني آدم ليسوا من ذرية آدم عليه السلام لكنهم بهيئة البشر وهم بجمال خارق لا يمكن أن يوصف ولا يمكن أن يدركوا العقل وكذلك الولدان المخلدون هم بالنسبة للحور للعين وضعيفون أن هنا زوجات أما بالنسبة للولدان المخلدون طبعا الحور العين زوجات وخادمات أما بالنسبة للولدان المخلدين الذين ذكروا في القرآن الكريم فهم خدم لأهل الجنة يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين يصف الله تعالى أنهم يحملون يعني متاع الطعام الأباريق والأواني وما شاكل ذلك فهم خدم لأهل الجنة وإنما وصفوا بجمال خارق هل لهم وظيفة غير الخدمة لم يذكرها القرآن الكريم هذا يعد من المسكوت عنه الله أعلم إن كان لهم وظائف أخرى لا يحق لنا أن نتكلم يعني بعض المتكلمين من غير المتخصصين تكلموا كلاما لا يليق وكذلك بعض المفسرين نفى أثبت الله أعلم بما ستكون وظائفهم ذكرت الوظائف في الجنة بالخدمة ووصفوا بالجمال لأنهم لا يوجد في الجنة شيء ليس جميلا وهم ولدان بمعنى يعني بأعمار الفتى الذي أقل من الشاب يعني ليسوا شبانا كلمة الولدان الولد ولدان جمع ولد وهو يطلق على الفتى ليس طفلا ولا شابا بهذا العمر نعم وظيفتهم كما ذكر في القرآن الكريم الخدمة أما هل له مظائف أخرى هذا من المسكوت عنه في القرآن الكريم نعم تصال آخر أحمد البابلي من بابل حياك الله السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسلمك يخليك شيخ أعجي سؤال فضل أحمد الزحمة عليك يعني الإنسان عندما يتوفاه الله يعني الله يأخذ أمامته لنفرض يعني مثلا نقول يدخل الجنة بما أنه يصل يعني السؤال اللي قبل كان عن هذا الموضوع طيب يعني شلو الهيئة اللي رح يظهر بيها بعدين يعني هل هو الطفل صغير هل هو العمر اللي يتوقف بي ورب العالمين أخذ أمامته يعني أنا عمار إهل الجنة أي يعني أريد أن أعرف أنه يعني الحياة تقول عن شلو البداية هناك راح تكون طيب أي وعدي سؤال ثاني شيخنا أريدك يعني أنه هذا موضوع كروني اللي يصير عندنا بالعراق والناس ما ملتزمة وبالجديد الطفرة الجديدة صارت الأطفال تنصاب بيها فأريدك تنصح الناس يعني المستمعين لأنه لازم تقول أن هذا شيء خطري يعني وما يصير السكوت عنه وما يصير لا مبالاة بالوقاية بارك الله بك حياكم الله بالنسبة لأعمار أهل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن أعمار أهل الجنة هم بعمر عيسى بن مريم عليه السلام وبالنسبة لطول أهل الجنة هم بطول آدم قيل بعمر عيسى وقيل بعمر يحيى يعني ما بين ثلاثين إلى ثلاثة وثلاثين هذا هو أعمار جميع أهل الجنة سواء عاش في الجنة خمسة سنوات أو في الدنيا خمسة سنوات ومات أو عاش فيها مائة سنة تكون جميع أعمار أهل الجنة متساوية ويكونون جردا مردا يعني لا يوجد في أجسادهم شعر خلاص لا ينبت شعر هذا صفتهم إنما ينبت الشعر المألوف الذي يكون في الرأس واللحية ولكذا والإنسان فيها مخير يعني الإنسان في الجنة الجنة هي دار متاع لا دار عمل لا يوجد في الجنة شيء حرام ولا يوجد في الجنة شيء واجب أنت في متاع مستمر إلى الأبد ليس فيه موت قانون الموت من القوانين التي تلغى في الجنة بالنسبة لأشكال أهل الجنة لا يمكن أن يوصف لا يمكن أن يوصف يعني أي لا يمكن أن نصل لأي وصف من أوصاف الجمال بالنسبة إلى الجنة حتى ورد في الحديث أن الرجل لما يدخل الجنة تأتيه حورية تستقبله فإذا رأته هو طبعا عندما ينظر إلى هذا الشيء خير المألوف من الجمال الذي لا يمكن أن يحيط به عقل وليمكن أن تتصوره العقول يظن بأن هذه من عضاء من خلق الله تعالى من هذه من أي صالحات المؤمنات فيكاد أن يسجد لها ربما السجود في الجنة بمعنى التحية فتقوله سيدي فيستغرب أنا سيدي أنت تقولي سيدي وأنت بهذا الحسن هذا الخلق العظيم قالت وهل رأيت نفسك؟ كنت تظن بأن شكلك هو نفسه الذي كان في الدنيا؟ قال فيرى نفسه فيعرف بأنه قد وصل إلى النعيم المقيم سواء الله تعالى يجعلنا وإياكم نهل الجنة نعم فهذه بالنسبة لأعمار أهل الجنة أما سؤال آخرنا عم عندنا اتصال قبل أن حتى لا يبقى معلقا الأخ يحيا من صلاح الدين تفضل السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله حبيبي شيخ عندي سؤال كذل؟ عندي أحد أقاربي يجول مرضى دائما يعني العلاجات اللي بالقرآن الكريم وعنده قدرة على الجن الرقي الشرعية أقاربي نعم عنده يعني هاي السلطة اللي هو يقدر يسيطر على الجن أو مثلا يعالج المرضى بالقرآن الكريم فمرات أحس بنفسي يعني هم عندي هيتش قدرة وأكثر من مرة صارت تجربة وإياه وإياه أحد أقاربي شون قصدك تحس بنفسك هي مو مسألة إحساسية مسألة تعلم نعم هو هذا السؤال اللي داري داري صلى بأنه يتعلموا لو يصير إلهام من رب العالمين بأنه هو فتشيه ورب العالمين يختص بي يعني من شامل نعم طيب وقلت لك يعني أكثر من مرة صير وياه مثلا أحد أقاربي كان مثلا ممسوس بعد ما أعزم على المريض يحشو ياه بصيغة يعني الجن ينطق بلسان المريض أي نعم نعم طيب أي في هذه الحالة لازم أتعلم أكثر لو هو بعدها هي يعني بأنه رب العالمين اختص لي أو اختص أحد أقاربي أو اختص أحد من عباده بأنه هو الشيء هذا من رب العالمين مو بالتعلم تمام تمام شكرا لك حياك الله تحيا من الأخطاء الشائعة المتشرة أن الناس تظن بأن مسألة الرقية الشرعية ومسألة هذه الأمور الروحانية أنها اصطفاء من الله وبعض الناس يظنون بأنها وراثة يعني رجل عنده هذه الأعمال يرقي الناس مباشرة أبنائه يصلون أصحاب الرقية يا أخوانه وليس لعبا يعني مسألة الرقية الشرعية خطيرة جدا لأن أحيانا إنسان متلبس به جن صاحب الرقية اللم يكن متمرسا متعلما الرقية لا تكون وراثة ولا تكون اصطفاء إنما هي تعلم 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 الرقية الشرعية ليس هناك مشكلة هناك طريقة وهناك أدعية خاصة يعني هناك آيات خاصة لمسألة رقية الجن رقية الحسد رقية السحر رقية العين رقية كما يقال إنسان عقد عليه الرزق أو عقدت مرأة على زوجها كل واحد لها آيات خاصة وأحاديث خاصة وأدعية خاصة هذا من حيث الأدعية وهناك طرق يعني خاصة في مسألة الجن خطرة جدا يجب على المرقي أن أن يعرف كيف يتعامل بإخراج الجن وتلبس الجن بالإنس أمر موجود لا يمكن أن ينكر ونطق الجن بلسان الإنس موجود طبعا ثابت في الأحاديث النبوية وثابت في الوقائع الآن هناك طرق إن لم يكن هذا الإنسان متمرسا فيها خبيرا فيها قد يخرج قد يقتل الجن هذا الإنسان المريض قد يقتله يعني ينتقم لنفسه يقرأ هذا الإنسان آيات قرآنية بدون خبرة الجن يتأذى فينتقم لنفسه ويقتل هذا الذي فيه فالبارع في مسألة الرقية والخبير فيها يستطيع أن يحصر الجن في مكان خاص من الجسم بقدمه مثلا ثم بعد ذلك يخرجه فيجب على المرقي أن يتقي الله فإن لم يكن خبيرا فليستعن بعد الله تعالى بمن هو خبير ليعلمه ليست إلهاما أبدا ولا اصطفاء ولا وراثة إنما هي تعلم إنما هي تعلم كذلك أحيانا إن كان المرقي ضعيفا قد يخرج الجن من المريض ويدخل فيه يدخل في المرقي نفسه أو يخرج ويدخل في أحد الجالسين في المجلس لذلك على المرقي من ضمن عمله وخبرته أن يحصن المجلس فيكون المجلس كاملا محصنا بآيات وديات خاصة حتى لا يخرج الجن ويدخل بإنسان آخر طيب هذه بعض الأمور المتعلقة بمسألة الرقية الشرعية نعم إذن فيه تعلم طيب الأخ فلاح من صلاح الدين تفضل السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ بما أنه هسا كورونا وجوامع مسدودة يعني بالنسبة للصلاة يعني اللي ميلح يروح يعني للصلاة وشيال يعني صلاة الجمعة الصلوات الباقية يعني شنو إجراء شيخ يعني ما أعرف يعني شنو واحد يعني يصير يسوي جماعة بالبيت أو جماعة بمكان بمكان الحمل طيب شكرا شيخ هياك الله بالنسبة للسؤال الذي قبل هذا السؤال الأخ ذكر قال بعض الناس لا تلتزم بمسألة كورونا هو ليس فقط لا يلتزمون بعض الناس إلى الآن لا يصدقون بوجود مرض كورونا يا إخوان مرض كورونا لست أنا الذي أقول عنه موجود أو غير موجود ولست أنت إنما يقوله الطبيب هذا تخصصهم هم يقولون بأن هناك مرضا موجودا بغض النظر عما إذا كان مرضا مفتعلا صنعه البشر فيروس مهجن أو أنه يعني هكذا ظهر عفوية لا نعلم ألمهم أنهم يقولون أنه موجود يقولون بأن هذا المرض موجود وهو معدي وينتشر وهناك من يموت بسببه لذلك فلا سبيل لإنكاره علينا أن نتقي منه والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال فر من المجذوم كما تفر من الأسد أو فرارك من الأسد روايات فر من المجذوم كما تفر من الأسد المقصود بالمجذوم مرض الجذام يصيب الجلد نسى الله تعالى السلام والعافية وهو معدي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتحاشي أهل الجذام بل من حق من حق المساجد أن تمنع المصابين بالمرض من دخول المسجد من حق الدوائر أن تقول لا نسمح بدخول من ليس المصابين بهذا المرض ومن حقم أن يقولوا لا نسمح الدخول إلا بالكمامة إذا قال أطباء بأن الكمامة يعني أطباء يقلون بأن الكمامة تقلل من انتشار هذا المرض الكمامة أصح من كمامة كمامة هو لفظ المنتشر لكن أصح كمامة طيب كل ذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد للبيعة في عام الوفود كانت الوفود قبيلة بعد قبيلة تأتي تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام يسمي عام الوفود بعد فتح مكة ففي أحد الوفود كان هناك رجل أجذم مع الوفد طبعا كانوا يبايعون رسول الله مصافحة وهني قال لهم جاء رجل أجذم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك قبل أن يدخل المدينة يعني لم يسمح له بدخول المسجد بل لم يسمح له بدخول المدينة ربما تقول ما ذنبه ليست مسألة ذنب النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لا يتصرف ببشريته إنما برسالته هو نبي مشرع ليعلم الأجيال كلها مسألة العدوى وأن هذا أحفظ للمجتمع هذا إذا دخل طيب النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت لماذا لم يرأف به طيب هو رأف به المرض ما لرح ينتشر بكل الصحابة الموجودين و بكل الناس اللي جايين مع الوفد هذا ليس من الحكمة فالنبي صلى الله عليه وسلم معلم فتعامل مع الموضوع بحكمة ولم يأذن له قال خلاص بايعناك جئت لأجل الآخرة أنت ناجي ولك شرف الصحبة ولك شرف البيعة وأنت ممن اصطفهم الله تعالى لصحبتنا به وأنت صحابي نلتك كل هذا الشرف فقط مسألة الأمور الإرشادية يجب أن نعلم بها الناس فهكذا فالاحتراز من هذا الأمر واجب والذي يعلم نفسه مريضا بأي مرض معدي كورونا أو غير كورونا إذا علم نفسه مريضا مرضا معديا وذهب وخالط الناس يعني ربما هو عنده مناعة أقوى من مناعة إنسان آخر فذهب وخالط إنسانا ثم مريض بسببه ومات فهذا المعدي إذا فعل هذا وكان قادرا أن يتحاشاه إذا فعله فسيلقى الله بدم أخيه لذلك علينا أن نحذر من هذه المسألة أما بالنسبة لسؤال الأخ الآن حول مسألة صلاة الجمعة هل تصلى في البيت إذا أغلقت المساجد بعض الدول أغلقت المساجد بعض الدول لم تغلقها واتخذت لها تدابير لازمة إذا أغلقت المساجد فيمكن صلاة الجماعة ليس الجمعة الجمعة خلينا منها الآن صلاة الجماعة يمكن أن تصلى في البيت نعم ليس هنا لك مشكلة أما الجمعة فتسقط لا تصلى صلاة الجمعة في مكان في البيت مثلا أو في مكان عمل يقف ثلاثة وأربعة له لماذا؟ يعني صلاة الجمعة الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يشترط إذن السلطان يعني يجب أن يكون الحاكم قد قرر أنه هناك في هذا البلد جمعة الإمام مالك رحمه الله يشترط أن تكون في مسجد الإمام الشافع والإمام أبو حنيف الإمام الشافع والإمام أحمد بن حنبل لم يشترطوا هذه الشروط لكن قالوا يجب أن يكون العدد أربعين مصليا فعندما ننظر هذه الشروط لا تتوفر طيب الله تعالى رخص لك أن تصلي ظهرا ولا استآثما أغلقت المساجد خلص صلي ظهر ببيتك لا داعي لهذا تشد نعم تصلى ظهرا في البيت والأجر كامل إن شاء الله نعود إلى أسئلة وسائل التواصل الأخ زيد سعد يقول والدتي عليها سبعة أشهر صيام وقد دفعت كفارات شهرين وذلك بسبب شهر حمل وشهر ضاعة والآن أكبر أبنائه يبلغ ثمانية عشر سنة فليقضي كل ولد الأشهر بدل أمه أم ماذا لا ما دامت الأم حية فلا يجوز القضاء عنها إنما هي التي تقضي فإن كانت صحيحة معافاة فعليها أن تقضي وإن كان القضاء متراخيا ليس متواليا يعني يوم تصوم يوم تفطر يوم تفطر يوم تصوم بحسب استطاعتها إلى أن تكملها كلها وإن كانت عاجزة بأن تكون مريضة مرضا مزمنا فعندئذ تدفع الفدية وكما قلنا الفدية ألف دينار أو ألف ربع عن كل يوم طيلة الأشهر الماضية نعم يعني إخوان هذا هو سبب من أسباب تراخي القضاء إنسان صار عندها خاصة النساء النساء في كل شهر رمضان يجب أن تفطر بسبب العذر الشرعي يجب أن تفطر عدة أيام تتراخي السنة ظل تأجل 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 إلى نجة رمضان الآخر وصرنا عليها سنتين ثلاث سنوات من كل سنة أسبوع أسبوعين ثلاثة وبالتالي تتكاثر عليها يا أخواتي لماذا هذا التأخير ولماذا يأتي الشتاء لا جوع لا عطش ولا زمن الوقت فيه يكون قصيرا يعني لماذا لم تصمنا في أيام في الشتاء وحتى تتراكم عليكنا الأيام طيب هناك أسئلة كثيرة مكررة الأخ محمد 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 يقول زوجي أنظر أنها مرأة لكن بهذا الاسم يشرب كل يوم وأمورنا وعيفة جدا ونسكن بهيكل هل هذا حرام عن أي شيء أنت تسألين يشرب كل يوم حتى لو كانت أموركم جيدة حتى لو كانت لو كنتم تسكنوا هنا قصر سنقول عنه حلال هنا التحريم مضاعف يشرب الخمر أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة مدمن خمر هيا أولا ثانيا من يشرب الخمر يسقى في جهنم من طينة الخبال قال وما طينة الخبال يا رسول الله قال هي طينة ممزوجة مع عصارة أهل النار عصارة أهل النار نسو الله سلامه لما يُعصر أهل النار بسبب العذاب هذا الذي يخرج منهم يشرب وشارب الخمر إن لم يتوب في الدنيا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر المقصود بمدمن الخمر ليس الإدمان الطبي الذي لا يستطيع أن يتركه مدمن الخمر هو الذي مات ولم ينوي التوبة من الخمر حتى لو شربه مرة واحدة وبعدها مات هذا مدمن خمر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بأم الخبائث وهي من أعظم الكبائر فهذا بلا شك مرتكب كبير أما إذا كان مقصرا فوق ذلك مقصرا على نفقة عياله وحالتهم ضعيفة ويسكنون بالهيكل فهذه تكون عليه محرمات إضافية تحريم التقصير على العيال لأنه ملزم بالنفقة عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم إذن وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم لأن وقت البرنامج قد انتهى الصلاة على أن يتقبلنا وإياكم بقبول حسن صلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصعب يجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته